في مشهد يحمل أوجاع الزمن الذي نعيشه يقف الإمام التونسي عباس الشيحي ليكشف السر الخفي وراء قرار ترحيله من ألمانيا أحد أسباب الترحيل الدعاء لأهل غزة نعم في عالم أصبحت فيه الكلمات الطيبة والنداءات الإنسانية تعتبر جريمة طبعا دعاؤنا لغزة والإخواني المسلمين في غزة طبعا هذا من أهم الأشياء التي الآن أنا أحاكم عليها والتي لأجلها أرحل وأكد الإمام في لقاء مع قناة الجزيرة أن غزة كشفت العالم كله غزة التي نحن منها وهي منها غزة هذه وصمة عار على جبين البشرية جمعها وصمة عار على الذين يوزعون جوائز نوبل للسلام وجوائز نوبل لحقوق الإنسان وصمة عار على الحكومات وعلى الدول هي التي تصنف أي دول ديمقراطية وأي دول توجد فيها حرية وأي دول هذه الدول الآن قد كشفتها غزة كشفت عورتها وسوئتها أمام الناس إن جرم هذا الإمام لم يكن سوى أنه رفع يديه إلى السماء ودعا لإخوانه المظلومين دعاء لإنهاء الحرب والأمل في وقف سفك الدماء ولكن في أعين من يحكمون تحول هذا الدعاء إلى دعوة للحرب والدمار في ألمانيا اليوم الدعاء لأهل غزة ليس تعبيرا عن الرحمة بل جريمة تستدعي ترحيل الأئمة والدعاة أنت حينما تدعو لغزة إنما تدعو للحرب هذا هو إخواني السبب الرئيسي الذي لأجله أحاكم وأتهم بهذه التهمة يعني زورا وعدوانا